من جهتي أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على ما تشهده العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية من تطور وتنامي مستمر في مختلف المجالات في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من قيادة البلدين الصديقين ومن السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل البلدين مؤكدا على أهمية الزيارات المتبادلة بين الوفود البرلمانية في البلدين الصديقين والتي تأتي لاستكمال مسيرة التعاون المشترك في مجال العمل التشريعي والبرلماني والذي يعد داعما مهما نحو مزيد من التطوير لمجالات التعاون الثنائي في المجالين التجاري والاستثماري وغيرها من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيس مجلس الشورى سعادة السيد يونغ هيونلي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية الكورية بالجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية الصديقة والوفد المرافق له حيث تم استعراض عمل مجلس الشورى ودوره ضمن مسيرة العمل الديمقراطي في مملكة البحرين والتعاون القائم بينه وبين مجلس النواب من جهة والحكومة الموقرة من جهة أخرى بالإضافة إلى بيان ما يميز مملكة البحرين من تنوع مجتمعي فريد يعكس روح التسامح والتعايش والانفتاح على الآخر وعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن ترحيبه بهذه الزيارة والتي تعد الأولى للوفد إلى مملكة البحرين مشيدا بما تشهد كوريا الجنوبية من تطور وعمران وتقدم مطرد مؤكدا الحرص على فتح آفاق التعاون والتنسيق مع مختلف المجالس التشريعية والبرلمانات بمختلف الدول انطلاقا من أهمية ذلك في تقوية علاقات الأخوة والصداقة بين مملكة البحرين وبقية الدول الشقيقة والصديقة واستثمار هذه العلاقات في بناء المواقف الموحدة في المحافل البرلمانية والإقليمية والدولية وبما يحقق المصالح المشتركة بين الدول اليوم سعداء أن نلتقي بجمعية الصداقة الكورية البحرينية البرلمانية والحقيقة مثل هذه الزيارات ضرورية خاصة ما تتمتع به العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية ونحن أيضا بدورنا نعزز العلاقات البرلمانية اللي هي بتكون طريق فعلا لتعزيز العلاقات أكثر في هذا المجال وأنا أعتقد أن وجود مثل هذه البوفود الزور البحرين اللي تطلع أيضا على ما لدينا خاصة بالمسيرة الديمقراطية والمشروع الصلاحي لجلالة الملك ونأمل إن شاء الله أن تكون مثل هذه الزيارة إضافة لتعزيز العلاقات ما بين البلدين الصديقين باسم وباسم وفد جمعية الصداقة الكورية البحرينية أتوجه بالشكر إلى السلطة التشريعية المتمثلة بمجلسي الشورى والنواب على حفاوة الاستقبال وأتمنى أن نعزز العلاقة بين البلدين في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ترجمة نانسي قنقر